اشتركوا في القناة كريم هايبر ماركت منصة ابواب التعليمية طبعا هذا محمد كمان بفسر يعني خلينا نحكي التخبط اللي بالنماذج حالية ممكن نقدر نحكي يعني احنا بنحكي عن النموذج الامريكي مبارح كان معطي مؤشرات جيدة لدرجة انه التطبيقات اللي خاصة بالطقس على التلفونات بشكل عام اعطت انه فيه ثروج على عاصمة الارضية عمان بس يمكن خلينا نحكي اليوم التحديثات تختلف يمكن تحديثات تروح للأسوأ مثلا صحيح او التحديثات تروح للأحسن فهذا اللي عم نحكي فيه هذا اللي عم بسبب الإشعاعات محمد صح يعني اتوقع ملخص الحكي اللي احنا ممكن نقدر نحكيه انه ما زال الموضوع تحت المراقبة ما زال ما زلنا بانتظار انه المرتفع بعرشي دي صح التعبير يتغول اكثر صح للأعلى عشان المنخفض ما يسحب البرودة صح والبرودة كلها تنزلك عنا مع التيارات الأطلسية يعني أسامة أنا بس استكمالا لكلامك بدي أرجع أرسم سريعا اللي بيصير بين النماذج الجوية العددية واللي بتكون هي عبارة عن فروقات يعني ما بين بعض من بعض وهذا طبعا بيخلق برضو الفروقات في التوقعات بين التطبيقات المختلفة صحي واللي موجودة على هواتفنا الذكية أنا رجعت رسمت مرة تانية بعض خريطة سريعة جدا ما سامحوني على الحدود النماذج الجوية العددية هي لها أنواع لها طرق حسابية في كيفية استشعار تحركات المرتفعات والمنخفضات فلو بدي أرسم خطة الثلج على عمان على سبيل المثال كل نموذج جوي ممكن يشوفه مختلف حسب ذاكرتي أنه خلال تقريبا الـ 24 ساعة الماضي التحديثات كان عندنا أحد النماذج العددية تضع غرب العاصمة عمان ضمن نطاق الثلج نموذج جوي آخر عددي أيضا كان يضع بهذا الأسلوب بعيد عن العاصمة عمان فيه نموذج عددي آخر ثالث كان يضع الخط بهذا الشكل تمام وبالتالي كل شرق متوسط ضمن تساقط الثلج على ارتفاعات متوسطة فكمان فيه عندنا نماذج أخرى عم تضع بهذا الشكل تقريبا فعندنا هذه بالآخر تترجم إلى سيناريوهات مختلفة كل ما زادت أعداد السيناريوهات تزاد الاحتمالية لسيناريو معين أغلب السيناريوهات تترجم إلى أنه حاليا المتوسط خلينا نحكي قبل أن نحكي الأغلب المتوسط نتكلم عن ألف لألف ومئة متر لكن عدد السيناريوهات مازال يكون فيه تزايد أنه يكون فيه أكثر تبريد وأنه هذا المرتفع الجوي الذي موجود في هذه المنطقة يطلع على الشمال هذا شرح مبسط طبعا مش تبرير لاختلاف التنبوات بس ليش بكون فيه اختلاف بالتنبوات الجوي طيب إحنا ممكن نقدر محمد حاليا نعطي نسبة مئوية معينة لثبات النماذج أو نسبة مئوية معينة لسيناريو أنه نشوف عمان بيضة وبدأ أسأل هذا السؤال ونحكي إذا نشوف عمان بيضة هل في عنا هل هو منخفض قطبي سريع التأثير ولا مثلا التوقع يكون فيه جبهة وممكن فيه جبهة ثانية تدخل بدنا احتماليه بدنا نعرف شو السيناريو اللي أنت ممكن تحس أنه هو الأقرب لأنه يكون على أرض الواقع بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى بإذن الله بدي أبلش معك من سؤالك الثاني دائما تقريبا خليني حكي بصورة مناخية وجود المرتفع الجوي بهذا المكان فيه عندنا أكثر المكان ليتشكل مرتفع ليندفع هوا قطبي على المملكة فيه عندنا مرتفع عن جهة إسباني فيه مرتفع في وسط أوروبا فيه مرتفع في شمال أوروبا هذه المواقع تقريبا هي اللي بتسبب تدفق الهواء القطبي للمملكة لكن في هذه الحالة المرتفع عندما يكون مركز بجهات إسبانيا بتكون الطيارات سريعة لأنها في جزء منها أطلسي سريعة جدا فبالتالي الجبهات تكون على شكل جبهة ثلجية مثال على ذلك 19-1-2019 16-1-2019 جاءت جبهة ثلجية تراكمت تروج 10-15-20 سانتي في غرب عمان ثاني يوم ما كان في شيء لا يعني أنه ذلك حيكون بالضبط السيناريو ولكن مركز هذا المرتفع ليس إلى الشمال بشكل كبير مما يجعل أنه المنخفض أو الموجب بشكل عام القطبي أو الجبهة القطبي سريعة جدا لا تستطيع أن تنفصل عن الجبهة الأم هناك بعض السيناريوهات لما المرتفع يتعمق جدا للشمال يقطع الهواء القطبي الإمداد بيصير في قطع من سميه قطع قطبي مثل أليكسا واستمرت بالدوران فوق المملكة اليومين وثلاثة هذا مستبعد في هذا السيناريو حاليا في الوضع الحالي ولكن ما هو واضح بأنه لدينا جبهة سريعة منخفض جوي سريع لكنه فعال يكون عالي الفعلية وهو متأرجح بين ثانية وثالثة والعاصم عمان تحديدا الغربي العاصم عمان هذه المرة متأرجحة بفرصة الثلج أفضل طبعا منخفضات الماضية وأي حركة هون الوضع جدا حساس أي حركة المرتفع للشمال نحكي عن تحسن جدا كبير أي انسحاب للمرتفع وعدم استشعار صحيح للنماذج العلدية للأسوأ وهذا كله بيبين خلال يومين يعني مش الموضوع أنه لقبل خلال يومين بيكون عندنا وضوح تقريبا هل المرتفع هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية وبرعاية المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت منصة أبواب التعليمية اشتركوا في القناة